أكد الفريق أول صدق صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي أنه لا تهاون أو تسامح في مواجهة قوى الشر والفساد وكل من يحاول استباحة أرض مصر جاء ذلك خلال تفقد الصبحي واللواء مجد عبد الغفار وزير الداخلية عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية المتمركزة بالنطاق شمال سيناء تفقد الفريق أول صدق صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي واللواء مجد عبد الغفار وزير الداخلية عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية المتمركزة بنطاق شمال سيناء للوقوف على الحالة الأمنية ومتابعة إجراءات تنفيذ الخطط والمهام الأمنية التي تكلف بها قوات إنفاذ القانون كما تفقد عددا من الكمائن ونقاط الارتكاز الأمنية على الطرق والمحاور الرئيسية والاطمئنان على الأحوال المعيشية والإدارية للعناصر المكلفة بعمليات التمشيط والمداهمة للأوكار والبؤر الإرهابية ونقل الفريق أول صدق صبحي تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بعطائهم وتضحياتهم في الحفاظ على الأمانة التي كلفهم الشعب بها لحماية الوطن والدفاع عن مقدساته وسلامة أراضيه وأكد القائد العام أنه لا تهاون أو تسامح في مواجهة قوى الشر والفساد وكل من يحاول استباحة أرض مصر وحدودها وسيادة شعبها على أراضيها وأن ما يحققه أبطال القوات المسلحة والشرطة المدنية من إنجازات ونجاحات متلاحقة لاقتلاع جذور الإرهاب والتطرف من فوق أرض سيناء الطاهرة يعكس عظمة وبسالة خير أجناد الأرض وقدرتهم على حماية أمن مصر القومي وأشار إلى الدعم الكامل من القيادة العامة للقوات المسلحة لقوات شرق القناة لتنفيذ كافة التدابير والإجراءات المتعلقة بالاستراتيجية الأمنية وتوفير سبل الحياة الكريمة لأهالي سيناء الذين يقفون جنبا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة والشرطة في التصدي للإرهاب